أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة تريند التريند طيب تريند اليوم النهاردة بالتأكيد ده مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الجولة الـ 14 من مباراة الدور العام ببدأ بالزمالك للنهاردة هو صاحب الملعب والمباراة بالتأكيد لكن إن شاء الله بإذن الله الأهلي يكون لي الكلمة العليا في نتيجة مباراة اليوم النهاردة أي نعم الظروف والغيابات لكن دائما وأبدا عندنا عنوان أساسي عن الأهلي الأهلي بمن حضر ممكن الناس تقعد تتكلم على الغيابات عندنا غياب للسلية حمد فتح يلحق ولا لأ ياسر إبراهيم للأسف غائب ومصاب محمود متولي إنذار ثالث وبالتالي يغيب بصوا فكرة الغيابات أكيد مباراة القمة لها حسابات خاصة في فترة من الفترات الأهلي لعب بعدد من نعبي قطاع الناشئين وكان الزمالك عنده يعني فرقة كبيرة وخطيرة في التمينات وحصلت في التسعينات ومع ذلك الأهلي كان بيكسب وبيعملوا سكور كبير مش هنروح بعيد مسم 2001-2002 كان ساعتها الزمالك ما يقرب من حوالي 7-8 في منتخب مصر وقدر الأهلي يفوز عليه 6-1 وكان ساعتها في التوقيت ده الأهلي كان بيبني جيل جديد وكان ساعتها بيعمل فرقة جديدة وقدر بعدد يعني من لاعبي المنتخب الأولمبي اللي كانوا موجودين ساعتها مع الكابتن شاوء غريب قدر يعمل مباراة كبيرة ويفوز على الزمالك ب6-1 وكان عنده أبرز لاعبي منتخب مصر وخطه هجوم منتخب مصر والأهلي فاز وبالتالي رهانك على الأهلي دايما إن شاء الله بإذن الله مش هيكون خسران الماضي بيقول كده والحاضر بيقول كده والمستقبل بإذن الله خير للأهلي والجماهير النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاء لذلك فكرة نحن نتكلم على التشكيل والغيابات مش هنتكلم فيها ولا هنقولها لأن في نقطة تانية مهمة جدا أي كلمة هنقولها وإحنا بنتكلم عن التشكيل الناس على طول عتقودها بشكل رسمي وإحنا عندنا تفاصيل وعندنا التشكيل وعندنا كل حاجة ولكن حرصا على مصلحة الفريق ما ينفعش ندخل في التفاصيل الفنية وأكيد الجهاز الفني ما بيعلنش القيمة فهل من المنطق يتكلم عن التشكيل وممكن مين يبدأ ومين ما يبدأش ممكن تكون فيه مفاجأة أو مفاجئتين أو تلاتة كل دوارد ولكن خلونا ننتظر الساعتين الجايين لغاية لما الأهلي يعني التشكيل فور الوصول إلى استاد القاهرة الدولي